السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا وسهلا بكم عزيزي المشاهدين وعزيزي المشاهدات نرحب بكم اليوم في حلقة جديدة وموضوع جديد بعنوان سياسة الجزائر النظام السياسي في الجزائر هو عبارة عن نظام جمهوري ذو طابع ديمقراطي بدستور وقد قرى تعديل الدستور لسنة 1989 التعددية الحزبية والنقابية في البلاد الجزائر تفرق رسميا بين السلطات الثلاث التنفيذية والتشريعية والقضائية وبشكل عام يناطب الرئيس والجهاز التنفيذي مهام العمل على تطبيق القوانين التي يسنها البرلمان الجزائري بينما يفصل القضاء في الأحكام المدنية والجزائرية تاريخيا كان إرث الماضي سبب الثقل السياسي حاليا فلسنوات استمر حكم الحزب الواحد منذ استقلال البلاد متأثرا بالنظام الاشتراكي وشهدت الجزائر في ثمانينيات القرن الماضي عدة هزات اقتصادية كان من آثارها أحداث 5 أكتوبر لعام 1988 والتي عجلت بإدراج إصلاحات سياسية واقتصادية دخلت البلاد مجددا في عشرية سوداء نتيجة لتوقيف المصاري الانتخابي نهاية سنة 1991 واستقالت الرئيس الشادلي بين جديد وانتشر أعمال مسلحة الشادلي بن جديد وانتشار أعمال مسلحة وصارت الأولوية وضع حد لهذا الوضع الذي استنزف الأرواح والطاقات وبدأت بوادر الانفراج تظهر بانتخاب عبد العزيز بوتفليقة رئيسا للبلاد وشروعه في اتخاذ إجراءات لوقف المسلسل الدموي التدمي التدميري مع بداية القرن الحالي بدأت تنعم الجزائر باستقرار أمني وعافية اقتصادية غير أن الوضع السياسي ظل مغلقا في وجه الأحزاب في ظل حالة الطوارئ واحتكار الدولة لوسائل الإعلام السمعي والبصري وبعد الربيع العربي شرعت السلطة في الجزائر بإصلاحات شاملة تمثلت في إعطاء مزيد من الحريات وتجسيد الديمقراطية في البلاد ومن أهمها رفع حالة الطوارئ السائدة في البلاد منذ عام 1992 والقيام بتعديلات دستورية وهذا بعد استفتاء شعبي وإعادة النظر في قانون الانتخابات والأحزاب ويذكر أن محاولات دفع الجزائريين إلى الانتفاضة ضد حكامهم لم تلقى استجابة ملموسة هكذا انتهت حلقة اليوم التي أتمنى أن تكون نالت إعجابكم وأفادتكم وعلى أمل أن نلقاكم قريبا بإذن الله في موضوع جديد ومعلومات جديدة